السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا جماعة رب يكونوا خير معكم اخوكم دكتور وصام معروف الفيديو التاني في جزء بتاع الشرح الماضر العاملي بتاع المايكروبيولوجي تمام نركز بقى كده مع بعض علشان ننجز الموضوع ده كده بسرعة انا منزل الشرح التفصيلي بتاع الجرامستين والزينستين تمام كده بالتفصيل موجودين على القناة انا هرجع بس عليهم كده مراجعة كده سريعة علشان نخش كده في المود ايه مرة واحدة لكن لو عايز تفاصيل السبغتين كش عليهم هتلاقيهم مكتوبين بالتفصيل عندك ومشروحين بالتفصيل عندك على القناة طيب النوعين دولت من السبغات احنا بنسميهم ديفرينشيال استينز يعني سبغات مفرقة يعني بتفرق البكتيريا الى نوعين مثلا تمام كده بمعنى قالك السبغات ديت بيبقى موجود فيها مش سبغة واحدة بس لا ده بيبقى موجود فيه السبغتين اللونين بيطاعهم فيه كنتراست ما بينهم بمعنى الكنتراست او التباين ما بين اللونين دولت بيخلوك تقدر ان انت تتخرق البكتيريا الى نوعين تحت المايكروسكوب فبالتالي باستخد النوعين او اكتر من انواع السبغات في الجزء بتاع الديفرينشيال استينز ده طيب عندي مثلا الجرام استين انا عندي البيزيكستين دي عبارة كده عن سبغة عليها شحنات موجبة علشان تقدر انها تمسك في البكتيريا اللي عليها شحنات سلبة من برا تمام كده والبيزيكستين ديت هي السبغة الاساسية اللي المفروض ان انا هستخدمها في الجزء بتاع جرام استين السبغة الاساسية واول سبغة هحطها على الخلال البكتيرية المصايل فيلوت او بيقول عليك كريستال فيلوت المصايل فيلوت او الكريستال فيلوت دوة السبغة الاساسية طيب هي جرام استين اصلا بتعتمد على ايه بتعتمد على سمك الجدار الخلوي وتركيب الجدار الخلوي بتاع الخلال بكتيرية خلال بكتيرية الجرام بوزوطيف بيبقى الجدار الخلوي بتاعها سميك كده وبيتكون عندي من طبقة كده سميكة من حاجة كده بنسميها الببتيدو جلايكان زي ما خدتم في الجزء بتاع النظري اما الجرام نيجاتيب بكتيريا بيبقى موجود فيها طبقة الببتيدو جلايكان رفاعة وطبقة اوتر ممبرين بتبقى موجودة فوقيها خلاص فبالتالي سمك الجذار الخلوي الساميك جدا في الخلاء البكتيريا الجرام بوزوتيف بيخليها تتسبغ بحاجة كده بنقول عليها الموسائل فيلوت او الكريستال فيلوت وتفضل محتفظة بالسبغة ديت حتى بعد الخطوة بتاع تدي كالوريزيشن تبقى كده اما الجرام نيجاتيب علشان فيها بيبتدو جلايكان رفاعة ما بتقدرش انها تحتفظ بالسبغة فالسبغة بتروح منها تبقى كده كلام ده نشرحه بالتفصيل في الفيديو الخاص بالجرام ستين بس عايز اركز بس كده دلوقتي انا عندي البيزيكستين او السبغة الاساسية في جرام ستين حاجة اسمها الموسائل فيلوت او الكريستال فيلوت تبقى كده بحطها مثلا لمدة تلاتين سانية لدقيقة وبعد كده اخسل وبعد كده انجر حاطة الايودين الايودين سوليوشن ده بيستخدم كدورمنت تبقى كده يعني ايه بقى معنى كلمة دورمنت دي بكت بقى كده معايا او فكسيتف تمام معنىها مسبت يعني بيسبت اللون في الخلال بكترية اللي عندها جدار خلوي سميك لكن ما بيقدرش ان هو يسبت اللون في الخلال بكترية اللي الجدارة خلوي بتاعها رفاعة تبقى كده طيب الكاونترستين بقى السبغة اللي لونها عكس اللون بتاع السبغة الاولانية اللي المفروض انا استخدمتها في الاول اللي كان اسمها الموسائل فيلوت او الكريستل فيلوت ما جازا هنقول عليه ازرق الازرق ده محتاج قدامه سبغة لونها احمر فهنسمي السبغة المضادة اللي بتتضف الاخر حاجة كده بنسميها الكاونترستين تبقى كده طب انت بحط الكاونترستين دي قالك بعد خطوة الايودين سوليوشن بستخدم ديكالورايزر يعني حاجة بتزيل اللون عبارة عن الكوحول 95% وتركزه على كلمة 95% دي كويس قوي تم كده الالكوحول ده يقدر في مدة محدودة انه هو يشيل السبغة من الجرام نيجاتيب بكتيريا اللي الجدار الخالي والتاعه رفيع تم كده لكن ما بيقدرش في المدة دي يشيل السبغة اللي دخلت في البكتيريا موجودار خالة ودخين فبالتالي بعد الخطوة بتاعت الديكالورايزنج ايجنت اللي هو الالكوحول 95% هيبقى فيه عندك بكتيريا بجدار خالة ودخين قضلت محتفظة بالسبغة اللي اسمها الكريستال فيلوت او المصايل فيلوت وخلية تانية فقدت السبغة دي يعني بقى رجع لونها كالرلستاني تمام؟ فبالتالي لما تيجوا تحط الكاونترستين اللي لونها احمر اللي موجودة عندكم اسمها دايليوتيد كاربول فوكسين دي سبغة لونها احمر وفيه عندك سبغة لونها احمر تانية اسمها صفرانين ينفع نحن نستخدمها بس نركز على اللي موجودة عندك في المهندة او ده الديليوتيد كاربول فوكسين تمام؟ وفيه سبغة تانية لونها احمر اسمها صفرانين فبالتالي تقدر ان انت تتفرق تحت الميكروسكوب ما بين البكتيريا اللي لونها أزرق واللي لونها أحمر أو تحديداً اللي لونها فيلوت والتانية بيبقى لونها بينك طيب يبقى أنا كده جرامستين فرقت للبكتيريا إلى نوعين جرامبوزوتيف وجرامنيجاتيف خلاص عندك أمثلة بقى على الجرامبوزوتيف في بكتيريا كده بتلاقيها متجمعة انبيرز يعني على هيئة أزواج كورتين كده ومسكين في بعض زي النيموكوكايا وفي بكتيريا عندك بتبقى متجمعة على هيئة سلسلة كده عاملة زي السبحة طبعاً كده يعني بتبقى موجودة على هيئة تشينز زي بكتيريا اسمها اللي ستريبته كوكايا وفي عندك بكتيريا بتبقى على هيئة كلاسترز أو بنقول عليها جريب لايك كلاسترز جريب لايك يعني شبه عن إيد العنب وده مثال عليها اللي هو اللي استفيله كوكايا دي كلهم جرامبوزوتيف طب تعالوا كده بقى منشوف الجرام نيجاتيف عندك أمثلة بتاعتها زي الإشريشة كولاي وكليبسيلا طيب تعالوا كده بقى منشوف نوع السفغة التاني اللي هو الزين هلسينستين اللي بتستخدم تحديداً علشان تكشف على الأسد فاست بكتيريا الأسد فاست بكتيريا مثال عليها المايكوباكتيريا اللي هي التي بي اللي هي البكتيريا المسببة لمرض السل طب الزين هلسينستين ديت السفغة بتعمل ديفرونشييشن وتمييز وتفرقة للبكتيريا اللي اسمها المايكوباكتيريا عن بقية أنواع البكتيريا التانية ازاي نركز بقى كده مع بعض أول حاجة احنا بنحط اللي سترونج كاربول فوكسين ده السفغة الأساسية بتاعتنا تمام؟ وعلشان نقدر أن احنا نجبر البكتيريا على أنها تتسبغ وكلمة نجبر البكتيريا على أنها تتسبغ دي ده معناه أن في حاجة بتبقى منع البكتيريا من أنها تتسبغ بالسبغات العادية قالك في الجدار الخالي والتاعتبي بيبقى موجود في مادة دهنية خلاص كده اسمها المايكوليك أسد المايكوليك أسد ده عبارة كده عن ليبت كونت انت بيبقى موجود في الخلية البكتيرية في الجدار الخالي والتاعة بكميات كبيرة بيمنع أن البكتيريا تتسبغ بالسبغات العادية فاحنا بنجيب لها سبغة قوية اسمها اللي سترونج كاربول فوكسين تمام؟ وبنحط معا شوية حاجات مقررة عليكم زي الفينول تمام كده؟ ونبدأ أن احنا نسخنها تمام كده؟ إنترميتانت لي يعني مثلا بجيب حاجة كده يعني أولع كده بيها تحت السلايد بتاعتي تمام؟ أسخن اللي هو السلايد شوية وابعد النار شوية أسخن السلايد شوية وابعد النار شوية أسخن السلايد شوية وابعد النار شوية ولو لقيت السبغة بتاعة الكاربول فوكسين ديت اتبخ خرط يبقى أنا كده الشرعة بتاع طبازت يبقى لازم تقعد تحط كاربول فوكسين وتفضل تسخن الكاربول فوكسين ده طيب الكلام ده بيحصل ليه؟ علشان نخلي البكتيريا تتسبغ وفي نفس الوقت نثبت السبغة جوه الخلية البكتيرية يبقى الفيكسيتف الفيكسيتف بتاعنا في حالة الزيلنسنستين هو عملية التسخين المتقطع لمدة 7 بقاية طيب بعد كده بنستخدم دي كالاريزنج إيجانت عبارة عن 25% H2SO4 25% حمض كابريتيك مركز تمام؟ قالك في الحالة دي الخلية البكتيرية اللي اسمها المايكوبكتيريا عملية الدي كالاريزنج إيجانت ديت أو الدي كالاريزيشن مش هتقصر فيها مش هتعرف انها تشيل السبغة منها تمام؟ لكن تقدر انها تشيل السبغة من الخلية البكتيرية العادية التانية يبقى اذا هتظل البكتيريا اللي اسمها المايكوبكتيريا محتفظة بالسبغة الاساسية اللي لونها احمر وبقية البكتيريا بقى اللون بتاعها نتيجة ان الـ H2SO4 شال السبغة منها تمام كده؟ طيب نركز بقى كده مع بعض يبقى كده البكتيريا العادية بقت عادية اللون تمام؟ وفيه عند بكتيريا لونها احمر ايه اللون اللي هو عامل كونتراست او مضاد للون الاحمر اللون الازرق فبقى كونتراستين عبارة عن ميسيلين بلو الميسيلين بلو ده يزبغ البكتيراوند ويزبغ الخلايا البكتيريا العادية تمام كده فلما جابوص كده تحت السلايد بتاعتي او على السلايد بتاعتي تحت المايكروسكوب فبلاقي ان الخلايا الميكوبكتيريا زي التي بي اتسبغت باللون الاحمر والبكتيراوند والخلايا البكتيرية العادية مزبغة باللون الازرق فيسهل علي التعرف على التي بي او الميكوبكتيريا بسهولة جدا وكان السبب انها يعني ما تشلش منها اللون انها تخطط عملية وعلشان كده احنا بنسميها أسد فاست هو مش المفروض ان انت استخدمت أسد في عملية فانا بسمي البكتيريا ديت أسد فاست بكتيريا البكتيريا اللي ما بيحصلهاش او بتتخطى القطوة بتاعة ازالة اللون عن طريق اللواء الـ H2SO4 تمام كده فبالتالي انا سميتها أسد فاست ايه بكتيريا يبقى ازا ما بتحوقش في البكتيريا اللي اسمها تي بي وبتظل محتفظة باللون الاحمر بتاعها البكتيريا ديت بتبقى بكتيريا كده عصوية بنشوفها تحت الميكروسكوب باللون الاحمر والبكتيريا العادية التانية اللي ممكن تبقى موجودة معاها تمام بتاخد اللون الازرق تمام كده طيب يبقى ازا انا بقول عليها أسد فاست والكوحل فاست نتيجة ان هالبكتيريا المزبوغة باللسترونج كاربول فوكسن ريزيست دي كالاريزيشن ويزا أسد أند ألكوحل تمام يعني ما تقدرش ان انت تشيل اللون منها مجرد ان انت ايه ما بتزبوغها وده سبب احتواءها في الجدار الخالي وبتاعها على كميات كبيرة من المايكوليك أسد والحطة دي تجدلكم في الامتحان مليون في المية تمام كده يبقى السيلول بتاع البكتيريا اللي اسمها المايكوبكتيريا بيحتوي على كميات كبيرة من الليبتز عبارة كده عن مايكوليك أسد هو ده اللي بيخليها بقى تقاوم السابغات وبتقاوم المضادات الحيوية ولكن انت تخيل ان التي بي دي ممكن ان انت تقعد من 6 شهور لتسع شهور بتاخد في مضادات حيوية عددها 3 أو 4 وممكن نمد كمان تطول عن 9 شهور فالموضوع كبير يعني تمام كده طيب التي بي باس اللاي دي دي بقى لما بتتسابق زي ما قلنا بنلاقيها عبارة كده عن اشكال عصوية او بكتريا عصوية تحت الميتوسكوب بتلاقي لونها احمر كده او بينك تمام كده وممكن الشكل بتاعي بقى كيرفت شوية يعني متنية شوية اجنست باك جراوند بتبقى لونها بلو نتيجة اللي هو استخدام اللي هو الميسيلين بلو ولو في بكتريا تانية موجودة معاها في الشريحة هتلاقيها برضو واخد اللون الازرق بتاع اللي هو الميسيلين بلو البكتريا الوحيدة اللي بتبقى واخدها اللون الاحمر هي البكتريا اللي اسمها مايكوباكتريام تيوبركلوزز اللي نحن بنقتصرها كده بالبلدي تيوبركلباصلاي او تي بي طيب تعالوا كده بقى منشوفش كده شوية شرايح لخلايا بكترية تمام تحت الميتوسكوب بص كده يا جماعة هنتكلم اول حاجة على الاستفيلو كوكاي الاستفيلو كوكاي شايف شكلها كروي كوكاي تمام كده طيب الحاجة التانية التجمعات بتاعتها دي تشبه عن ايد العند فبنقول عليها كلاسترز تمام كده او جريب لايك جريب لايك يعني شبه عن ايد العند جي ار اي بي اي خلاص يبقى في عندي كلمة تانية ممكن بضل كلاسترز يركب لك كده كلمة جريب لايك كلاسترز او جريب لايك يعني تجمعاتها تحت الميكروسكوب بتبقى شبه عن ايد العند تمام كده وده صورة تمام كده للجرامبوزوتو كوكاي اللي اسمها الاستفيلو كوكاي اللي هي على هيئة كلاسترز دي تمام فعينة كده انا اوخدها كده ايه اه من بص يعني من صديد تمام كده يعني كان فيه جرح وعمل صديد وانا خدت عينة من الجرح ده تمام طيب في بكتريا جرامبوزوتوز برضو تمام بتبقى متجمع على هيئة حاجة كده شبه السبحة يعني مسكة في بعضها على هيئة تشين تمام كده وبتكون البكتريا دي كاروية البكتريا دي بنسميها الاستريبتو كوكاي لونها كده تحت الميكروسكوب لما بتتسببها بجرامستين بيبقى لونها فيلوت ومتجمعها تحت الميكروسكوب كده زي ما انت شايف على هيئة تشين او سلسلة تمام طيب في عندي جرامبوزوتف كوكاي زي النيمو كوكاي انا كنت خدت كده ان النيمو كوكاي بتبقى متجمع كده على هيئة بيرز يعني ايه بتبقى على هيئة ازواج يعني لو ركزت كده هتلاقي دولة اتنين كده مسكين في بعض هنا برضو اتنين مسكين في بعض اتنين مسكين في بعض اتنين مسكين في بعض وكذا خلاص كده المياه والهواء احب الاتنين سوا تمام يبقى ايزا في عندي اللي هو النيمو كوكاي بيبقى ترتبها تحت المايكروسكوب او تجمعاتها تحت المايكروسكوب بتبقى على هيئة بيرز كده العينة دي مثلا انا فاصلها من بتاعت شخص مصب انتهاب رأوي تمام طيب في عندي جرام نيجاتيف بكتيريا زي الاشيريشيا كولاي وزي الكليبسييلا تمام بتلاقي لونها برضو تحت المايكروسكوب كده باللون اللي هو الاحمر او اللون البينك زي ما انتم شايفين بالمنظر ده وبتبقى كده عبارة عن باصلاي يعني رودز يعني اشكال عصوية وده استيوتن خدت منه عينة وعملت الاسد فاست استين اللي هي زين نيلسون استين علشان اشوف انا عندي مايكوبكتيريا متيوبركولوزيز ولا لأ فاكرين لما كنت بقول لكم المايكوبكتيريا متيوبركولوزيز هي اللي بتحتفظ وتظل محتفظة بالسبغة الاولى القوية اللي اسمها استرونجك كاربولفوكسين اذا يا سيدي اللي انا بشوارلك عليه ده اذا المايكوبكتيريا متيوبركولوزيز او تي بي تمام كده الشخص ده مليان تي بي اهو تمام على فكرة العينة دي لو طلع فيها بكتيريا واحدة لو بكتيريا واحدة هي رطلعتلك بس في العينة مش كتير كده زي ما انت شايف يبقى الشخص ده مريض وعنده مرضة سل تمام كده يبقى انا عامل الفيلم بتاعي ده او العينة بتاعت دي جايبها من سبيوتم يعني من المخاط اللي بيطلع كده لما تكح مثلا تمام خدت منه عينة ومتجارة حاملها وسبغتها وزبطها تحت الميتروسكوب وجيت بس طلقها تحت الميتروسكوب لقيت في عندي الاشكال العصوية بتاعت المايكوبكتيريا السبغات تمام تعالوا كده بقى منخش على تمام